السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله حياكم الله وأهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في درس جديد من دروس دورة الأنجولر 7 والiSPEED.NET Core 2 خلال هذه الحصة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية التعامل مع النماذج مع الفورمز باعتبار الفورمز أحبتي في الله من بين الأمور الأساسية التي نبغي أن نتعرف عليها إذا ما أردنا بناء تطبيقات واب متكاملة يعني لا بد أن نتعامل مع الفورمز لا بد أن يكون عندك نموذج يحتوي على أزرار على أدوات لإدخال النصصهم إلى ذلك فالفورمز من الأمور الأساسية أحبتي في الله في مجال تطوير صفحات الويب الفورمز في الأنجولر توجد عندنا طريقتين للتعامل مع الفورمز عندنا تيمبليت درايفن فورمز وهي الطريقة الكلاسيكية أحبتي في الله حيثنا نقوم بتصميم الفورم في CSS يعني في التيمبليت مثلا هنا في الأرتيكل مثلا نأتي هنا ونقوم بإنشاء الفورم نضع فيه الإنبوت والصاب ميت وما إلى ذلك الأدوات التي سنحتاجها ثم على ذلك نتعامل مع هذه الأدوات برمجيا من خلال تاب سكريبت هذه هي الطريقة الأولى أحبتي في الله والمعروفة بالتيمبليت درايفن فورمز والطريقة الثانية المعروفة بالرياكتيف فورمز وهي الطريقة حديثة أحبتي في الله يتميز بها الأوانجولر 7 أو يتميز بها الأوانجولر بشكل عام واتور جوافة سكريبت الحديثة الرياكتيف فورمز يعني كيف نقوم ببناء الفورم باستعمال الكود أو يعرف كذلك بالمودل مودل درايفن فورم يعني هنا نعتمد على المودل نقوم بإنشاء الفورم بالاعتماد على الكود وهنا نقوم بإنشائه بالاعتماد على المركب وإن كنا في الحالة معنا نقوم بإنشاء الفورم بالHTML لكن هنا يكون عندنا كونترول أكثر يعني هنا في الريكتي فورم نتحكم فيه تكون عندنا القدر على القيام باليونيت تيستين على الاختبارات الأوحادية بالشكل أسهل بينما في التمبليت درايفن فورم وفي المجمل الطريقتين معان تؤديانها الغرض لكن حينما نتحدث مثلا عن الإيجابيات والسلبيات فالريكتي فورمز جيد على مستوى اليونيت تيستين بينما التمبليت درايفن فورمز يعني بالنسبة للمطورين هو مألوف جدا لأنه طريقة عادية مألوفة كلاسيكية أيضا على مستوى ربح الوقت فالتمبليت درايفن فورمز أفضل أما على المستوى الحديث وعلى مستوى توجه الويب الحديث فالريكتي فورمز أفضل لكن نحن إن شاء الله من باب العدل سوف نتعرف على النموذجين معا والبداية إن شاء الله خلال هذه الحصة ستكون مع تيمبليت درايفن فورمز باعتباره النموذج المألوف لدينا على بركة الله ما هو المثل الذي سنشتغل عليه في نظري أحبتي فلاسي يكون المثل جيدا لو قمنا بإنشاء كلاس بالتاب سكريبت هذه الكلاس تحتوي على مجموعة من البروبرتيز ثم بعد ذلك عملنا بايند لأوبجيكت من هذه الكلاس مع فورم معين ثم نتعرف بعد ذلك على كيفية تعمل بايندين بين الفورم وبين هذا الأوبجيكت من خلال تبادل البيانات بين التيمبليت وبين الموديل داخل نفس الكمبوننت يبدو الكلام غير واضح بعض الشيء لكن إن شاء الله سوف يتضح الآن أي كومبوننت سنتعامل معه سأختار كومبوننت صغير مثلا الكاتيغوري مثلا سأتي داخل الأب ثم نيو فايل سأنشئ كلاس أسميها كاتيغوري دوت تاب سكريبت يعني عندي كلاس عادية سأتي وانشئ كلاس إكسبورت كلاس اسمها كاتيغوري ثم أقوم بوضع الكونستركتور الكونستركتور حتى أستطع الولوج إلى البروبرتيز الخاصة به سأضعها هنا على شكل برامترز وتكون بابليك سيكون عندي الإيدي من نوع نمبر ثم سيكون عندي النايم أيضا بابليك نيم سيكون من نوع سترينك هذه هي الكلاس التي سأتعامل مع أحبت في العندي كلاس اسمها كاتيغوري تحتوي على two properties على الـ ID وعلى النايم سأقوم بإنشاء object من هذه الكلاس ثم على ذلك سأقوم بعمل بايند للأوبجيكت مع الفورم الذي سأنشئه بالإعتماد على الطريقة الكلاسيكية تيم بليت درايفن فورم على بركة الله سأتي الآن إلى أين سأتي إلى الكاتيغوري وفي العندي كاتيغوري يعني هنا في الـ component أدخل إلى الـ type script ثم داخل الكلاس سأنشئ object من الكاتيغوري سأسميه كات ثم أسنسخه من الكلاس كاتيغوري أضغط عن انتر ليتم معامل امبورت الكاتيغوري من هذا المسار ثم على ذلك سأقوم باستنسخها يساوي new كاتيغوري أفتح القوس سأعطيه في الـ id افتراضيا سيكون سفر ثم الـ name أعطيه مثلا un-nown غير معروف يعني هنا عملنا initialize للـ object cut فهمتم كيف أحباتي يعني القيمة الأساسية لهذا الـ object cut هي السفر في الـ id و un-nown يعني غير معروف بالنسبة للـ name بعد ذلك سأخذ قيمته من الفورم يعني أساسيا مبدئيا سأخذها سأخذ القيم الافتراضية الآن تعالوا بنا ننشئ الفورم المقابل لهذا الموديل نأتي للإجتيمال هذا هو الإجتيمال الخاص بالكاتيغوري سأأتي وأنشئ فورم الفورم سيكون به label id ثم أسفل الـ label سيكون عندي input type من نوع text ثم الـ name سيكون هو الـ id ثم سأعمل له ingmodel يعني سأعمل له two-way data binding كما رأينا في أحد الضروس الفائتة ingmodel مع من سأقوم بربطه سأقوم بربطه مع الـ id property الخاصة بالكاتيغوري الذي عملت له الـ object اسمه كات فالآن أنا عملت data binding بالكات dot id يعني دخلت إلى الـ property هكذا cat dot id جميل بنفس الكيفية سأقوم بإنشاء الـ name label name ثم هنا name cat dot name هنا لابد أن أنت بإحباتي في الأعلى لابد أن تكون الأسماء الـ properties نفسها في الموديل في هذا الكلاس عندنا جميل أضغط على ctrl-shift-f ليتم التنسيق ثم بعد ذلك سأتي وأنشئ submit button ثم الضروس الخاص به مثلا send data جميل إلى هنا أحبت في له أنشأت فورم عادي الذي يتميز به هذا الفورم وأنني عملت two-way data binding يعني هنا هذا الـ input type text المسمى id سيتم ربطه مع الـ id property الخاص بالكاتيغوري ونفس الكلام ينطبق على الـ name وذلك بالاعتماد على الـ ng-model-directive التي تسمح لنا باعتماد نمط two-way data binding وإلى هنا أحبت في له ما زلنا نتعامل مع المفهوم الكلاسيك للفورم يعني عندنا فورم وأعمل له binding جميل جدا هذا ما يعرف بـ template driven template driven form جميل الآن أحبت في له سأتي وأعطي له هذا الفورم اسم سأسميه مثلا عفوا بهذه الطريقة hash سأسميه my form ثم لي أميز أن هذا الفورم سأتعامل معه بالعنجلة سيساوي ng-form هذه لابد أن أكتبها بهذه كيفية أحبت في له ثم حينما أعمل submit لهذا الفورم أريد أن أرسل هذه البيارات على شكل object على شكل json object سأأتي وأقول له ng-submit يساوي ثم سأنشئ متود أسميها مثلا on-submit هذه المتود غير موجودة عندي الآن سأعود إلى component.ts وأقوم بإنشائها أسفل on إنت مثلا سأأتي أكتب on-submit هذه المتود بكل بساطة ستقوم بعرض بيانات object cut لماذا؟ لأن هذا object هو الذي عملنا له bind مع هذا الفورم من خلال cut.id والcut.name فتلقائيا البيانات الموجودة في البروبرتي هي البيانات التي ستكون في الفورم والعكس بالعكس لأننا عملنا two-way data binder من خلال ng-model directive جميل نأتي الآن وبكل بساطة نقول له console.log اللي نعرضه في اللوغ سنعرض هذا object this.cat يمكن أن نعرض الـ id أو الـ name سنعرض الـ object بشكل كامل على شكل json format جميل الآن أحبت في الله أحتاج إلى إعادة الشرح لأنني أعتقد قد مررت بسرعة على هذه الأمور في الأول ما الذي قمنا بأحبت في الله في الأول أنشأنا كلاس عادية اسمها category.ts هذه الكلاس عرفنا بالإكسبورت لأننا سنتعامل مع خارج نطاق هذا الملف إكسبورت مثل public ثم في الـ constructor وضعنا two properties الـ number و string الـ id و الـ name ونوعهما على التوالي هما الـ number و string هذه الكاتيجوري كلاس أحبت في الله استدعيناها في category.component.ts من خلال object قيمته الأساسية هي السفر في الـ id والأننون في الـ name يعني هنا عملنا initialization لهذا الـ object يعني قيام بدئية ثم بعد ذلك أتينا وأنشأنا form هذا الفورم عرفناه على أنه angular فورم من خلال ng-form ثم في ng-submit event حينما نرسل هذا الفورم سيتم تنفيذ هذه function المسمة on-submit هذا الفورم يحتوي على مجموعة من الأدوات الـ label لا شأن لنا به لأن لا دورة لها حاليا الـ input الأول name id يتم ربطه مع id property الخاصة بالcat object اللي هو في الأصل عبارة instance من category class وعملنا له two-way data binding من خلال ng-model directive نفس الكلام ينطبيق جميل ثم عندنا button submit قيمته send data هذا الزر سيولد لنا on-ng-submit يعني حينما نضغط على هذا الزر سيتم تنفيذ هذه function المسمة on-submit المعرفة على مستوى component والتي تقوم بكل بساطة بطباعة محتوى الـ object سأعمل save all ثم أدخل إلى التطبيق وسأتي تحديدا إلى category لاحظوا أحبت في لا تم عمل data binding الـ object cut مع form والقيام الأساسي التي وضعتها هي 0 في id والأن noun في name لو عملت inspect للإطلاع على الكونسول ثم عملت send data لهذا الـ object تم إرسال الـ object من نوع category id 0 و name unknown يعني عملت الربط الـ data binding بين form وبين الـ object تمشي بشكل جيد هنا سأعطي الـ id مثلا 1 والname لو عملت send data لاحظو تم إرسال البيانات الجديدة يعني أن عملية data binding تتم بشكل جيد وأن الفورم يتواصل مع الموديل بشكل جيد من خلال الفانكشن التي اسمينها onSubmit التي يتم استدعائها حينما نعمل ing submit لهذا الفورم جميل بهذه الكيفية أحبتي فلانا قد تعرفنا على النوع الأول من الطرق الخاصة بالتعامل مع الفورمز في الأونجلر وهي الطريقة الكلاسيكية التي تعنى بالأساس بإنشاء الفورم بهذه الكيفية مع إضافة ng-model directive التي تقوم بإضافة خاصية two-way data binding ثم بعد ذلك نقوم بربط ال-controls مع ال-properties الموجودة عندنا في الموديل ونتعامل معها برمجيا وطبعا إن شاء الله ما تزال نعود مع الفورمز في دروس مقبلة بإذن الله الذي يهمون في هذه الحصة أحبت في الله أن تعرفوا هذه الطريقة يعني template driven form يعني كيف ننشئ الفورم في الأونجلر بهذه الكيفية هنا أعطيناه ال-ID الخاص به ng-form دليل على أن هذا الفورم سنتعامل معه مع الأونجلر ng-model تسمح لنا بإضافة two-way data binding يعني قيمة ال-properties سأخذها من ال-component model وال-component model سأخذ قيمته من الفورم وهكذا ربطها مع الفورم إذا تمكنتم من حيازة هذه الأمور أحبتي في الله فقد حققتم المقصود المراد من هذه الحصة أدعو لكم جميعا بالتوفيق والسداد ونلتقي في الحصة المقبلة بحول الله وقوته من أجل التعرف على الجزء الثاني من طرق التعامل مع الفورم وحديثنا سيكون إن شاء الله عن ال-reactive forms دام لكم البشر والفرح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته